حبايب الحلوين أخباركم إيه؟ ملخصنا النهاردة للناس اللي بتؤمن بشريك الروح أو السولمات الشخص اللي مهما حصل وتفرقته القدر بيلعب لعبته واترجعوا البعض تاني في الآخر فخلونا أحكي لكو حكاية بطلنا الحليبة بس بلطاجي والدكتورة اللي شغالة معاه في المصنع اللي الناس كلها بتتكلم عليها وإزاي وقعوا مع بعد سنة 1996 يلا بينا؟ في كوريا صغيرة من كرة الصين اللي فيها مسلسلنا النهاردة بتحصل حادثة غريبة وهي أن واحدة ستة كانت راجع بيتها بالليل متأخر مع نفسها وتلع عليها واحد مجنون خوفها وتلع يجري والموضوع ده كان حديثة كوريا كلها وكل الناس كانت خايفة منه وفي بيت عائلة لو النهاردة المفروض يوم مهم بالنسبة لهم عشان ده يوم اختبارات قبول الجامعة لابنهم الوحيد اللي أمه صاحبة مصنع وعايز ابنها يبقى حاجة كبيرة لكنه زي ما انتوا شايفين كده شاكل واط بايز وهيتعبها ويتعبنا معيها يوم هتشاولو بدل ما يروح المدرسة عشان الامتحان قعد هو وصاحبه اللي كان مستنى البيت اللي معجب بيها تيجي عشان يعترف لها بحبه واللي لما بتيجي بترفضه هو بيعملوا دوشة كده لحد ما الرجالة في المصنع بيمسكوا فيهم وبيتخنقوا مع بعض وفي نص الخناقة بتيجي واحدة معاها شنطة كبيرة بيشدها تشاولو منها من غير ما ياخد باله ده ايه وبيضرب بيها الرجالة بس الشنطة بتتفتح وهدوم البيت بتتبعتر في كل حتة بالمنظر ده يجي الفضايا حضرتك ينفع كده المهم بيتمسكوا بعدها كلهم ومدير المصنع بيكون عايز يعرف مين اللي بدأ الخناقة وطبعا تشاولو صاحبه بيقولوا على الرجالة والرجالة بتقول عليهم بس في الاخر بيشاهدوا عليهم البنت صاحبة الشنطة والتشهد ضد تشاولوه وبيتمسكوا بيروح الاسم لكن زي ما قلتلكم هو من عيلة وصلة فطلعوا عشان يلحق امتحانه وما بيلحقش في الاخر لا هو ولا صاحبه دي اخرة السياعة وشكل كده العيلة دي كل اللي فيها بلطاجية عشان والسكرتير بيفرج الدكتورة الجديدة على المصنع بتاعهم وراحوا مكتب المدير دخلت عليهم عصابة على رأسهم ابن عامة شاو واللي ما عجبوش ان ابن عامة مسك وبيهددهم يطلعوا بالعافية ويقفلوا على الموضوع وهو والسكرتير كانوا هيدربوا بعض بس دكتوريتنا لان اتدخلت ورزعته على دماغه وجبت له ارتجاك في المخ ومشي مش شايف قدامه وحست بالزنب بعدها وراحت ورا المحل بتاعه وتشاولو كان هناك وقالت له يروح معاها المستشفى تكشف على دماغه وما حدش فيهم ريدي بس قالها في الاخر لو هتكسبوا جيم بليارده هيروح معيها وفي نص الجيم ام تشاولو بتيجي تجيبه من قفا عشان مراحش الامتحان وبتبوز عليهم الجيم وبما انه خلاص كده ما عادش نافع لهو ولا صاحبه فالبت صاحبتهم بتوديهم للعمال اللي في المصنع يشغلوهم معيهم وبيلبسوا ماسك غريب كده على وشهم والماسك ده بيعمل مشاكل عشان بالليل والدكتورة لان راجع بيتها طلع عليها الرجل المجنون وكان لبس الماسك ده ووقع منه وهي خدته وتاني يوم بتودي المدير المصنع وبيتهمون عمل كده عشان ينتقم منها لما تمسك بسببها فبيزعق لهم وبيقولهم انه اكيد حد سرق القناع بتاعه وانه مش ممكن يعمل حاجة زي دي بس لان ما كانتش مسدقاه واتحداها وقال لها يثبت لها انه مش هو واخد القناع بتاعه ومشي وهي متلمتش وكررت تحرجه قدام العمال وكمان تشوف له هو راجل من اياهم ولا لأ وده خلاه يكرر انه لازم يثبت انه مش المجنون السافل اللي بيجرى ورا الستات بالليل وابن عمه قال له ما يعملش كده عشان هطبوز على دماغه ويسيب له الموضوع لكن يتشاولوا عينة دي وما بيسمعش كلام حد فخطط هو وصاحبه يخلوا واحدة تمشي في الطريق بالليل ولما يطلع المجنون يمسكوه بس صاحبه ما وافقش البت اللي بيحبها تعمل كده فلبسوه هو بنته ومشي في الشارع لكن خطتهم بازت لما شوية رجالة افشوا في الوادي عيني يفاكرين واحدة ست فاتشاولوا اتدخلوا ومسك فيهم وفي الوقت ده ابن عمه كان عنده مهمة يمسك فيها حرامية اخدوا منه حاجات وبازت خطته في النص هي كمان عشان كلهم طلعوا في وقت واحد وكانت مدعكة وتاني يوم في الشغل وقت الغداء وهم بيتكلموا عن اللي حصل بيدخل واحد وبيصوت ان فيه خنزير هرب من المطبخ وبيجري في المكان وكله كان خايف والخنزير كان هيهجم على لان اللي معرفش جات امته بس تشاولول حقها لكن فيه واحدة مسكت الخنزير وشكل تشاولو ولان على الارض كان مالوش لازمة فهي فكرته بيتلزق فيها وخلاص اما البت اللي مسكت الخنزير دي اتكلم معاها بعد الموقف بشوية وقال لها تساعده في الخطة اللي عملها عشان يمسك الراجل المجنون وبتوافق بس بتعق الدنيا لما بتصوت وبتزعق وبتقول له لو راجل اطلع وازهر نفسك يا معفن يا جبان وقال يعني بصوتها ده لراجل ولا ستة هيتجرق يتنفس حتى بعد كده لما تشاولو كان قرب يفكس لخطته سمع الرجال اللي شغالين معاه بيتكلموا عالدكتورة لان واللي بالمناسبة المصنع كله بيتكلم عليها عشان صغيرة وجميلة وكله عينه منها فانتو عارفين بقى الكلام اللي بيتقال المهم ان الوادي اتحمق ومع جبهوش الكلام وطلع طح فيهم وعمل الرجل النبيل الشريف العفيف اللي عمره ما بص ولا تكلم على ستة قبل كده وساعتها بتخطر على بالصاحبه فكرة تودي وراء الشمس وهي ان تشاولو لو ارتبط بالدكتورة هيخرس الرجال اللي بتتكلم عليها وهيخليها تساعدوا في خطته ويثبت لها انه مش المجنون وبكده هم اللي اتنين كسبانين وللأسف بتعجبوا الفكرة بعد تفكير فيها وبيحاول يقنعها وهي ما بتوافقش حتى مع حركات الرجال الزبالة زي اللي جاية محلس ويقول لها عمليلي مساج في ظهري ولا اللي بيتحاكوا عليها وبيقولولها حد وقع في المصنع وتروح تلاقيهم ملمومين عليها وجايبين لها اكل وساعتها بيدخل اتشاولو بيقولهم انها البيت بتاعته بيبص رأسها قدامهم كلهم حركة جندة بس مش مع دكتوريتنا زي عشان لما قطر معها في الكلام وقال لها انه كان بيحاول يساعدها هي ما اقتنعتش وقالت له شاكلك هتطلع في الاخر المجنون اللي بيجري ورايا فقال لها انت مين يبصلك يا ست انت راحت ضربا وضيعت لهم ناس للعيلة خلاص وبالليل ما بيعرفش ينام عشان بيفضل يفكر فيها رغم انه هو اللي قاعد يقول دي ما عفنا ومحدش يبصلها وينام شوية حلم بيها برضو كنت بتقول حاجة يا خينة المهم تاني يوم حصل حاجة في المصنع وقالة مهمة وغالية عطلت شوية فالفريق بتاع العمال رحوا عشان يشوفوها لكن مزير المصنع اتخانق معاهم وقال لهم ان دي المانية يعني محدش هينمسها غير الخبير الالماني اللي جاي كمان كم يوم ورئيس العمال قاعد يقول له ان كده الشغل في المصنع هيقف بس الراجل كانت راسه وقال في سيف محدش يلمس الحاجة بتاعته بس كلنا عارفين البلطاج بتاعنا اللي عمل خطة وقال لهم يدخل المصنع بالليل من غير ما حد يعرف ويصلحه القالة وفي الاول الرئيس بتاعهم قالوا ان ده يجيب لهم مشاكل محدش فيهم يعمل حاجة زي دي بس شكلها الفكرة عجبته لانه هم رايحين ينفذوها برضو ولا كأنه قال حاجة لقو كان رايح في نفس الوقت وحاولوا يعملوها في الخباسة لكن في واحدة كانت نازلة تنشر هدومها وكانت هتقفشهم لكن واحد فيهم لبس ميلايا بيضة وتلعي يخوفهم على انه شبح والناس علشان بالليل وكلهم عبط سابوا المصنع كله وتلعي يجروا ورا الشبح بس الدكتورة لان شافته وعرفت باللي حصل لكنها ما تكلمتش في الاول لحد ما الخبير جاه وقفش ان القالة تلعب فيها وظهرت المشكلة الحقيقية وهي ان العقد بتاعهم في شرط ان محدش يلمسها الا الخبرة بتاعهم ولو حصل وحد لاعب فيها هيدفع ملايين وكده تدبس فيها رئيس العمال وتشاولوه وزميلو اللي بيحاولوا يزبطوا الموضوع ويبعثوا واحد منهم يعتذر للراجل على اساس هو اللي بيعرف يتكلم انجليزي بس الوقت بيهدده وبيعق أكتر فالدكتورة لان بتمسك في تشاولوه وبتتخنق معه وبتقوله ان اللي بيعملو ده غلط ولما زود كلام معاها تاني قالت له انت عارف انت بالنسبة لي عامل زي ايه اتدب بالغاب اللي بيطبش في الدنيا وخلاص وثابته ومشيت والكلمة حزت في نفسيته بس مش ده المهم دلوقتي ورغم ان لان كانت متضايقة منهم الا انها عملت حركة جدعة وراحت ضحكت عالسكرتير وبصت في العقود بتاعتهم ولقت ان بما انهم ما قسروش الالة يبقى من حقهم يخلوا الشركة تصلحها حتى لو حد منهم لعب فيها فخدت الكلام ده وراحت على الخبير اللي كان بيتخانق هو وتشاولوه ولما سمع الكلام ده قال لها بصي شوفي ايه يتعامل وهعمله المهم اطلع من المكان ده وبكده بتتحل المشكلة بفضلها بعد كده بيظهر المجنون تاني ومدير المصنع بيحذر الكل منه ولما بتسأله ظهر انت بالزبط وبيكون في نفس الوقت اللي يتشاولوه كان معها فيه فكده راحت كل الشكوك من عليه وهي بتاخد الموضوع بشكل شخصي وبتروح بالليل تمشي في نفس الطريق عشان تستدرجه وبيطلع فعلا وخلاص كان هيدربها عشان يخطفها لكن تشاولو بيتدخل وبيتدرب هو وبعدين بيجروا وراه لحد ما بيروحوا عمارة مهجورة وبتتخانق معاه بس المجنون بيزقها وبتخبط في تشاولو اللي بياخد السلم كله ده حراجة وبيتفاشفش ما تيلاقوش عليها يعني عشان هي هتدويج روحه بعدها المهم انها لقت حاجة غريبة وقعت من الراجل ده بعد ما هرب وراحت تدور وراه ولما دورت عشان تعرف بتتبع فين عرفت ان مامة تشاولو هي المسؤولة عنها وهي اللي بتبعها العمال المصنع فرحت لها البيت وقالت لها انها عايزة تشوف سجلات خروج الحاجات دي من عندها وامة تعصبت عليها وشتمتها هي والستات اللي كانوا عندها عشان ازاي تشكك فيها يعني بس لين كانت عايزة تعرف اسام العمال اللي اشتروها عشان تعرف المجنون منهم وبطنة كان عايش في دور سجون في قطه وبيديها واحدة اوكي دوكيو جو ومناش دعبة بيه وبالليل بيلاقيها على سطح مبنى المصنع بتشرب وبتشم هوا بس هو فكرها تنط فجري قال ايه يلحقها يعني واتخنقه شوية وبعدين قال لها من ابن عمه عامل مسابقة سكيتنج وعايزة تروح معاه وبتروح فعلا مع انه ما كانش متوقعها منها بس وهم داخلين الجو والدنيا كانت حلوة فلازم حاجة تبوزها يعني وهي البت اللي كانت ماشي عينها على تشاولو واصلا ابن الصبح بتتلزق فيه مخدتش بالها وخبطت في واحد حاول يرخم عليها فقامت خناءه وتضربه كالعادة وبعدين هو وصاحبه كان طالعين من عندلان بعد ما علجت له جروحه تاني وكانوا بيتكلموا على البنات اللي عاجبين صاحبه ومنهم البت بنت رئيس العمال اللي كانت مسكت الخنزير دي فاكرينها اسمها تنج فتشاولو بيقوله انها مسترجلة وجامدة وهتعرف تاخد بالها منه فتسمعهم وهي اصلا كانت جايبة اكل اللي تشاولو وشكلها كده معجبة بيه معك حق ابنتي والله الود امر المهم بتفهم غلط وتفضل وراه بتجيب له اكل تاني يوم برضو بس ما تهناش بيه عشان لان دخلت عليه وقالت له عايزك فحاجة بيني وبينك وبنعرف ان المجنون ساب لها رسالة تهديد انها يفضل وراها طول ما هي بتدور وراه طبطان خطرت في باله فكرة معرفش جابها منين المهم قال انهم يعلقوا الرسالة دي قدام الناس كلها ومعها الدليل اللي كانت لقته لحد ما المجنون ده يظهر هناك وفضلوا واقفين يرقبوا طول اليوم والحد بالليل وفعلا كلامه طلع صح وبيظهر حد لما الدنيا بتمطر لكن اللي ظهرت ما كانتش المجنون بس هي اللي كانت كتب الرسالة ودي بقى واحدة بقالها كزا سنة في المصنع والمفروض بعد ما عملت امتحان كان المدير وعيدة يعينها دكتورة في المصنع بس غير رأيه وخلى لان هي اللي تاخد الوظيفة وعشان كده كانت نستهدفها بس الموضوع كان اكبر من كده شوية لان تاني يوم الصبح بتقف الست دي فوق سطح المصنع وبتهدد بانها هتنط من فوقه عشان المدير بتاع المصنع كان بيستغلها الفترة طويلة بس ابطالنا اللي هم ابطال فعلا دلوقتي لحقوها وتشاولو قال قدام الناس كلها انه شاهد عن المدير وانه شافه هو بيدرب الست دي وهو فعلا ما كانش بيجذب لانه هو ولان شافه حركة غريبة من شباك المدير من كام يوم كده المهم ان كلام تشاولو ده عمله مشاكل كتير وكله كان معترض عشان مفيش دليل وهو كده بيعرض نفسه ان يضطرد من المصنع وبيدخل في حوارات بس هو كان واسق في الدكتورة وفضله على موقفهم هما الاتنين رغم كلام كل اللي حوالهم لحد ما اثبته ان الست دي ما بتفتريش على المدير وفعلا بتاخد حقها وبتكرر تسيب المصنع عشان نفسيتها وبتبدأ حياتها من جديد وكله بفضل تشاولوه ولان اللي فضلوا جنبها سوبر هيروس بقى وكده خدت بالكو يا جماعة انهم بطلوا يشتموا في بعض ويتخنوا وبقوا زي السمنة على العسل بقى لهم شوية ده كمان عرض عليها يبقى صحاب عشان هما اللي اتنين جمدين سوا وهي بتعمل نفسها رفضة بس دحكتك اللي من الودن للودن دي فضحاتك يا استاذة غادة بس ما فيش يومين والست مرات المدير بلغت عن لين عشان كانت كتب التقرير بيقول ان الست اللي ساعدوها دي مريضة عقلية وده كان بسبب السكرتير اللي الزوقة اللي قاعد يتحيل عليها تكتبه عشان على أقل المدير يورير مراته وعشان كده بدأوا يتنمروا عليها في المصنع وخلوها بدل ما هي دكتورة بقى يتعاملها معاهم عقابا لها والموضوع ده ما بيأجبش تشاولوه طبعا بس ما كانش في ايده حاجة يساعدها بيها خصوصا وهي معترفة بغلطها ومتقبل على العقاب وبعد يومين كده وهو رايح يرخم عليها في الشغل بيلاقي السكرتير ده واقف معاها ودها ظرف بيعترف لها بحبه المفروض يعني بس لما فتحوه وتشاولوه كان عامل نفسه مش غيران خالص ولا بيولع لقوا فيه مفتاح قوضة في قتيل ثلاث نجوم والسكرتير كان رايح هناك متشايك على الآخر وفي كمة ساعاته وكان فاكرها جوه في الحمام فقعد يتكلم ويعبر عن مشاعره وقدي ايه معجب بيها من لحظة ما شافها وكل الكلام ده لحد ما اخد الصدمة لما لقى تشاولوه طال يعلقه الفوطة وهو لسه مستحمي وبعدين رحلها يقابلها ويحكي لها عاللي حصل وبيتحكوا على وش السكرتير وبيروحوا يتعشوا سواه ويشربوا فطبعا سكرونهم حبتين ورجوا على القتيل تاني وقعدوا يتكلموا شوية فاتشاولوه كان بيقولها قدي ايه الدكتورة لان جميلة وحدها في الدنيا وبتعمل كده عشان تدفع عن نفسها بس انا هبقى معاها من هنا ورايح والكلام اثر فيها الصراحة وهو ما بطلش رط فقررت تسكته بطريقتها لكن هنحط اللوم على الهباب اللي تفحوه في اللي حصل بعد كده وتاني يوم بيصحى الباشا يلا عن اليوم اللي تولد فيه وبيحاول يتكلم معاها وعمل نفسه مش فاكر فهي قالت له احسن ما فيش داعي تفتكر ولما فضل يفكر كتير رح لها تاني يقول لها انه هيتحامل المسئولية بس دحكت وقالت له ما تكبرش الموضوع يا ابني مفيش حاجة وده بيضايقه بيخليه فقر اكتر لحد ما قرر يعترف لها بحبه وراح عمل فيها سونة العاشي وجاي بورد ورومي وزمانه مستنيها بعد الشغل لكن بيتسدم بوجودها مع السكرتير في العربية اللي رحوا على القتل تاني بس خلينا فكركم ان بطلنا ما بيعرفش يقف البق ولا يقعد ساكت عشان كده استنيها لحد ما رجعت وسألها عن الموضوع بس هي قالت له انها مسألة شخصية ملكش دعوة وبطلت بقهبل وعلنياتها وبعدين بنكتشف ان لان اخدت خطوة وقدمت على شغلانة تانية في المصنع وهي انها تبقى مترجمة لما يكون عندهم حد اجنبي والاكتشاف الاكبر كان ان السكرتير ده احتلع ابن صاحب المصنع وغاني قوي وهو حاول يغريها بفلوسه بس هي رفضته قالت له انها بتعمل كل حاجة بقدراتها هي بس انا قلتلكو قبل كده الراجل ده لازو اموت وما بيتلمش وللأسف كل العمال كانوا بيتكلموا عليها وحش خصوصا اللي كانوا بيتنمروا عليها وقت الشغل وبيقولوا انها اغرت السكرتير وترقت فاتشاولو بيتعصبوا بيقوم يضربهم وبعدها بيتكلم معاها وبتقولوا ملهوش دعوة بيها ولا بقراراتها في الحياة بس هي رجعت في كلامها ده بعد الشغل لما كان السكرتير جايب عربيته الغالية وتشاولو بعجل على قدها واخترض تمشي معاها تشاولو في الآخر والتاني بيولع ورا عادي بس طبعا مش هيتلموا ويسكت وخد بعضه تاني يوم وراح الورشة بتاعت المصنع وقال لهم عربيتنا المستوردة اللي بفلوس تشتريهوا كلكو عايزة تصليح ومش عايز حد يصلحها غير الجربوع اللي اسمه تشاولو وبطنة ما بيتوساش وبيطلع يتخانق معاها بالكلام بس التاني بيستفزوا والموضوع بيوصل بانهم يتفقوا على ما عاد هيدربوا بعضي فيه عشان السكرتير اهن العمال والخبر بينتشر في المصنع كله وبيوصل للان اللي بتروح تستلم العربية بعد ما بتتصلحه وبتتخانق معاها تشاولو وبتقوله انت بتتخانق عليا كأن لعبة عندك وبعدين انا بحب الترجمة ومش عايز اشتغل عاملة في المصنع هو حتى ده كتير عليا وبتترده من العربية وبتسوق هي بس خلونا اقولكم انها اصلا ما بتعرفش تسوق وده شميلة العربية فصاحب المصنع رجعها عاملة تاني ولما الكلام ده بيوصل لبطنة بيداق قوي وبيكرر لما يروح الخناء ما يعملش حاجة وبياكل علقة الموت وهو ساكت لحد ما لان بتروح توقفه ومتاخده تعالي الجروحه وهو نايم بيحلم باللي بيتنمره عليها وبيتخانق معاهم في الحلم وشكلها كده هتقع في حبه هي كمان ولا ايه لحسن الوقت كل ما بيعمل حاجة بتلاقيه متأثره وبتعايت وبعد كام يوم بيكون ده وقت عيد الربيع لن بترجع مترجمة تاني وتشاولو بيطلع من المستشفى ولما بيرجع بيتهم بيزوروا البنتين اللي معجبين بي دول وامه بتشوفهم ومن عادتهم في عيد الربيع ان الولد بيطلب من البنت اللي معجب بيها تتعاشى مع اهل ولو عايزة تروح معا حفلة رأس بعدها بيوم فتشاولو طبعا كان عايز يطلب من لان بس في حد سبقه وهو السكرتيري الغالس اللي حرفيا كان هيبوس ايد امه عشان توافق تقابل لان على العشان اما ام تشاولو فطلبت من البنت بتاعت اللي سكيتنج اخر مرة دي تتعاشى معاهم عشان فهمت غلط وفكرته بيحبها وتشاولو في نص العشان ما بيستحملش كلامهم وبيقولها ان مش دي اللي عايز يروح معاها ولا اللي معجب بيها فالبنت بتاخد على خطرها وبتمشي بيروح وراها وشكل كده ابطلنا اللي اتنين موعدين انهم يتقابلوا في كل حتة لانه هو بيجري بيتكابل في القوضة اللي بيتعاشوا فيها اهل السكرتير معلان اللي بتحكي لهم على مضيها وانها كانت في دار ايتام وكانت بتضرب العيال هناك وتحبست قبل كده كمان فام السكرتير بتقول لها واحدة زيك ما تستهلش ابني بمضيها المعافن ده فالوادي اتحمق ودخل عليهم من غير لا احم ولا دستور وقال لانت ازاي تتكلم معاها كده ست انتي تنظ فيك وفي ابنك دي واحدة مضيها كله بتقف جنب المظلومين وبتدفع عن نفسها وعنهم وفي الاخر قال لهم انه حبيبها بس بتكسفه وبتقول انه مش حبيبها فالستة هاني مقوم السكرتير بتترده فلن بتتحمق له هي كمان وبتقولهم هو مش حبيبي اه بس ده عقرب صاحب ليا يعني ماسمح لكيش تتكلمي معاك كده وابتاخده وبتمشي ويوم حفلة الرأس بيفضل مستنيها تيجي بعد ما عرض عليها مبارح بس هي ما بتروحش رغم انها طول الليل كانت بتفكر فيه وبيشوفها في العربية مع السكرتير عشان كان عايزها في شغل بس طبعا تشاولو ما كانش يعرف ده وقعد مكتائب طول الوقت لحد ما شاف علبة بسكاويت على شكل حيوانات كانت لان قالت له انها بتحبها من ايام ما كانت في الملجأ فرح واخدها وجيري على مكان الحفلة التانية اللي هم فيها وهناك كانت الدنيا ماشية تمام ولان ترجمت كم شغلانة وكل فل للفل لحد ما السكرتير قرر يفتح بقه ويقول لها انها لو ارتبطت بيه هتعيش حياة حلمة بالجربعة تشاولو ده مش هيقدر يعيشها ربعها وبعدين بيقع بلسانه بيقول لها انهم كان بينهم اتفاق ان السكرتير يرجع لان تشتغل مترجمة تاني بشرط ان تشاولو هيتضرب وياخد العلقة تمام من غير ما يعمل حاجة فهي بتتعصب وبتضرب السكرتير وبتطلع تلاقي تشاولو في وشها وبيروحوا في الاخر حفلة الرأس بعد ما كل ماشي وبيرقصوا لوحدهم نوع المفضل في الرومانسية يا جماعة الله نسبنا منهم دلوقتي بقى عشان في نفس الليلة دي ابن عم تشاولو اخيرا قفش المجنون اللي طلع ابن مدير المصنع الراجل المعفن اللي كان في القضية اللي فاتت وطبعا بيتكشف قدام الناس كلها والراجل في ديحته التاني مرة بقت بيجا لاجل افتكروا ده عشان هنحتاجه المهم ان رئيس المصنع بيقول لها ان مهمتها في الترجمة خلصت بس بيعرض عليها حاجة حلوة قوي وهي انها تكمل دراسات عليا في مدينة تانية ودي حاجة هي كان نفسها فيها من زمان بس ده معناه انها لازم هتسيب المصنع هنا وتمشي يعني هتسيب تشاولو فهي ما كانتش عارفة تجيبها له ازاي وكانت بتحاول تكتب له رسالة بس افشيتها البت اللي قاعدة معاها وهي كمان بتحب تشاولو بس قررت تمو فون بعد الحركة اللي عملها يوم عيد الربيع وقالت لها انها قنانية عشان ده هيجرح الواد اللي هيموت عليها وهي عارفة كده وكتبت له رسالة وحطت هاله في طبق الاكل اللي بتجيبهم له البت المسترجيلة اللي بتحب دي كل يوم بس ما بيشوفهاش عشان مراحش يومها بسبب النبارح كان قاعد هو وصاحبه وواحد منهم قال لهم ايه رأيوكو نفتح مشروع كتاكيد قصد شاي بلبن اصلي ضقته من حد وعجبني وحاسسها تبقى فكرة جامدة ان نكون بها نفسنا ونعمل فلوس وبعد تفكير بيوافق عليها وبيشتغلوا من تاني يوم ومدير المصنع بيديهم اللبن كمان وبكميات حلوة خلتهم اشتغلوا حلوة قوي او ده اللي فكرناه لكن للأسف الناس كلها بعد ما شربت الشاي بلبن ده مسكوا بطنهم وكانوا هيموتوا عشان جالهم تسمم والموضوع كبر قوي ووصل ان احتمال يضطردوا كلهم وتلعد دي كلها كانت خطة انتقام المدير من ابن عم تشاولو فجاب الواد صاحبه صاحب الفكرة اصلا ومسكوا من ايده اللي بتوجعه وهي اهل وانه هيتطرد من المصنع يعني مش هيعرف يصرف عليهم فالواد للأسف خيب ظن فيه وطلع واطي وخنهم كلهم ولبسهم الحوار كله وخلع هو اما بالنسبة للرسالة بتاعت لان فاللي لقيتها هي البت اللي بتعمل الاكل وما كانش عاجبها الكلام اللي لسه لحد دلوقتي ما نعرفوش ومدير المصنع اخد بعضه واخد كم رجل وراحوا عند ابن عم تشاولو عشان يضربوه هو ورجالته هما نايمين لكن كان صاحي ويتخنقوا كلهم لحد ما قاتل واحد منهم بالغلط وطبعا البوليس جاه فكان لازم هو ورجالته يهربوا لكن ابن عم تشاولو كان نصاب فخلهم يصيبوه وهو جري بس على قده فكان سهل على المدير انه يجري وراه ويدرابه ويدوس على جرحه كمان بس الحصن حظه ان تشاولو ويلان لحقوه في اللحظة المناسبة وضربوا المدير وخدوه في مكان بس كان بينزي في جامد فتشاولو من خوفه عليه يجري يجيب له حاجات من عياد المصنع بس اللي حصل ان لا ابن عمه ولا لان استنوه يرجع وراح ابن عمه يسلم نفسه للبوليس وتحبس وكأن ده ما كانش كفاية على ابننا الغلبان اللي ابن عمه هو قدوته في الدنيا راحت البيت كمان بتاعت الاكل اديته الرسالة بتاعت لان اللي كانت بتقول فيها انها بتشكره على كل الحاجات اللي عملها عشانها بس هي مش هتقدر تضحي بحلمها عشانه وطبعا هو كان زعلان منها عشان ساعدت ابن عمه يسلم نفسه فده كان زيادة الطين بلا اللي ساكنة معاها وخلتها تدهمله وهو قابلها في المستشفى لما راح للرجل اللي ابن عمه كان قرب يقتله ولقاه هناك بتاخد بالها منه فشكرها وقعدوا يحكوا شوية وحكالها قد ايه اكل البت دي وحش والنكت بتاعتها سخيفة بس قبل ما تتقمسوا تشتموا طبع عليهم البوليس وقبضوا عليهم بتهمت ضرب ومدير المصنع ولما استجوبهم عشان يعرفوا مين ضربوا اللي اتنين اعترفوا على نفسهم وقالوا التاني ما عملش حاجة والزباط كانوا مستغربين ومش عارفين يعملوا معاهم ايه تريب الحب مين فهموا فعلا بس بعد شوية بيجي حد غير متوقع وبيخرج لان من الحبس الاول ايوه زي ما انتو شايفين كده ابو السكرتير اللزوقة اللي طلع لزوقة اكتر منه وانا ما كنتش مرتاحة الوشه من الاول لان طلبوا منها عشان يخرجها ويخرجت شاوله من الموضوع كان انها تقبل ترتبط بيه وتكمل دراستها برا البلد وهو هيزورها ويكون معيها وللأسف هي طلعت ممكن تعمل اي حاجة عشان بطلنا ووافقت على العرض عشان هو ما اتسجنش بتاني يوم كانوا اصحابهم الجمعين معاه بيحتفلوا بخروجه وهي قلت له منها جاية تودعهم اما لو عندكم فضول عن ابن عمه فاتحكم عليه بالسجن خمس سنين ادي اخرت البلطجة بس المرة دي الواد مظلوم وطبعا في الكارية الصغيرة دي محدش بيستخبع عنه حاجة وكله كان شاكك ان الدكتورة لان طلعت من السجن هي وتشاولو بعلاقاتها اللي هم قالوا عليها مش مظبوطة عشان كده كانوا بيتنمروا عليها وكمرة ملها هدومها في الشارع وقالوا عليها بتخون تشاولو اللي شاف الموضوع كله واخدها وراحه على سفينة كانت بتاعة ابن عمه وقعدوا مع بعض يتكلموا ويلعبوا اسئلة ويا مسائل اعترافات والقرارات اللي بتتخذ مع البتاعة اللي بيتشرب ده لان ابنة فاجئ تاني يوم انها استدراجت ابو السكرتير يقابلها في جنينة وقالت له انها قلقنة من انه يخونها عشان هو لسه متجوز ومرضته ممكن ما توافقش تطلق فقعد يقول لها ما تقلقش والكلام الله بلده بس غدرت بيه ونادت على ابنه اللي كانواف بيسمع وقالت له منها مش محتاجة منهم حاجة وهتوصل لللي عايزة بنفسها فراح للسكرتير لسيعها قلم بس ما تقلقوش بطنة كان موجود في اللحظة المناسبة وردهوله وبمناسبة السنة الجديدة في الصين وقتها كان في اجتماع مع كل عمال المصنع والمدير الغيت الده قعد يتكلم على كل واحد كلام مش حلو خصوصا الليل اللي قال عليها علاقاتها مش مظبوطة وانها بتتعدى على رؤسائها هي وتشاولوه بس العمال قلبوا عليه وتشاولوه جهه وضربوا كمان وقعدوا يهيصه بس بطلتنا النكادية خدت بعضها وطلعت وراح تشاولوه وراها ووقتها طلبت منه يسافر معيها بس ما دتهوش فرصة يرد وقالت له انها على قد ما بتقرأ القرية دي على قد انها ممكن تعيش فيها عشانه بس حلمها اكبر من كده فهو بياخد الموضوع بجدية وبيروح يزور ابن عمه واللي بيقوله انه هيدبر له فلوس حلوة يعيش بيها بشرط مايفضلش في المصنع ويضيع مستقبله وإلا هيبقى زيه في الآخر عشان كده تشاولوه خلاص اخد قراره رغم اعتراض اهله في ليلة رأس السنة ومع بداية سنة جديدة ابطلنا اخيرا بيختاروا بعض بس يا ترى ايه مستنيهم بعد القرار ده هنشوف دلوقتي واول واهم المشكلة كانت ما قابلاهم هي رفض اهله وخصوصا امه اللي قابلت لان واتكلمت معاها في انهم مختلفين عن بعض جدا واهدافهم مش واحدة فياريت لو تختصر الموضوع وتسيب ابنها في حاله بس بطالتنا ما كانتش مستعدة تتخلى عنه بالسهولة دي وقالت لها انهم بيحبوا بعض وهي هتندم انها بتقلل من قدرات ابنها انه يدخل الجامعة ويعمل لنفسه حياة كويسة بس هل امه كانت الوحيدة؟ لا طبعا صاحبه اللي هنسميه الخين دلوقتي عشان انا مش حباه ما كانش عاجبه الموضوع برضو ولا عاجبه ان يتشاوله بيحاول فعلا وبيتذاكر ومتمسك بهدفه عشان كده تورط مع شوية رجالة وخطفوه وراح بطالنا الشاهم ينقذوه وبعد ما نجح في ده وراحوا يحتفلو كالعادة الخين قاله انه مديون بفلوس كتير للناس دي وهو عايز يرجع يفتح مشروع الشاي بلبن ومحتاج مساعدته وقاعدوا يستعطفوه لحد موافق وفضلوا يعطلوا عن مذاكرته رغم محاولاته انه يوازن بالمساعدة صحابه ومذاكرته لمتحان الجامعة الا انه فوت يومين ولان عرفت واتضايقت منه قوي عشان هي الوحيدة اللي شايفة في حاجة كويسة وده ما كانش الحاجة الوحيدة اللي الوادي الخين ده عملها عشان طلع كان متفي مع الرجالة دول وبيمولوه باللبن والحاجات اللي محتاجينها وحوار الخطف ده كان تمثيل فهو ادايق جامد واتخانق معاه وراح للان الجامعة بس كان عندها معاد مع زميلها على العشة وطلب منه يروح معاهم بس كانوا شوية عيال مصقفة وبيتكلموا في حاجات كبيرة على دماغه ولما استأذل للحمام قعدوا يقولوا لها انها تستهل واحد احسن من ده وهو اسمعهم وكرر يمشي بس هي راحت وراها وقالتلي انها مبسوطة بحياتها معايا عادي بس خايفة هو يندم على اختياره لها وفي نفس الوقت ده بيجي صاحبه التاني وبيقوله ان الخينة خطف تاني فما بيصدقهوش بس بيروح في الاخر وما بيكونش مسدق الناس بس بيطلع مخطوف فعلا واللي خطفه حبيبة ابن عمه القديمة وهدفها من الحوار ده كله انها عايز الواد بتاعها لكن عارفت انه مزجوم فقررت تعمل صفقة مع تشاولو وصاحبه وتساعدهم في المشروع بتاعهم وطبعا وافقه رغم انه برضو مش مرتاحة للولية دي هيا كمان بس تشاولو عمل كده عشان لما يمشي يتطمن على صاحبه وفيدي اللي اشتغل على نفسه ويذاكر ليل ونهار وكان بيجيب درجات حلوة قوي في امتحاناته لحد ما اكتشف ان المصنع قرر يبع تعامل واحد بس السنة دي برا وراح جاري على مكتب السكرتير اللي قاله ان مفيش حل تاني والمصنع فعلا مش هيطلع غير عامل واحد لانه كده كده كله عايز يسافر ويسيب الكرية فبقى جرب حظك السنة الجاية بقى وبطنة كان متلغبة جدا ومش عارف يقرر يعمل ايه لان في الحالة دي لازم واحد فيهم هو اللي يروح وامتحانه كان خلاص بعد شهر انما لان فخلاص كانت نجحت وراحت تسجل في الجامعة وبعد شهر بتظهر النتائج ولان بترجع عشان تطمن عليه بس ما بتلاقيش اسمه ولا كشف والتفضل مستنيه عند بيته لحد ما بيرجع ولما بيجي بتقوله ليه اسمه مش موجود فقال لها انه مكتبهش من الاساس رغم انه كان من التوب ثري وعنده فرصة انه يروح بس هو قرر مايتخلاش عن اهله وصحابه وحياته في القرية ده السبب اللي هو قاله لها طبعا لكن الحقيقة هي انه تخلى عن المكان عشانها وراح يسكر مع الوادي الخاين ده ويتكلمه شوية واخيرا اعترف له بالحقيقة وقال له انه خان وهو وابن عمه وبلغ عنهم وقال ان ابن عم تشاولوه بيعمل حاجات غير شرعية وطلع نفسه منها وعشان الاتنين كانوا بيعملوا المعفن ده لانه اخوهم الصغير يتشاولوه تعصب جدا وفدل يرزق فيه لما قال يا بس وبعدها قال له احنا لا يمكن نبقى صحاب بعد كده ابدا وفي نفس الليلة بيحصل انفجار كبير في المصنع واول حاجة بطنة بيفكر فيها هي حبيبته اللي بيجري عشان يشوفها في السفينة وبيلاقيها وقفة بتشرب ومش خايفة من حاجة وقالت له انا ما بخافش من الموت لكن انت اللي خايف تسافر يا جبان وفي عزة بكرية كلها بتهرب بجلدها عشان المادة السامة اللي بتنتشر في الجو ابطنة كانوا في عالم تاني والصبح خلاص لان بتمشي وانا ما بحبش لحظات الوداع دي والله يا جماعة قطعت قلبي خلاص كفاية عيات ايه ده بس ما تقلقوش يعني ده ما طولش بعد شهرين كانت لان خلاص زبطت حياتها وكله تمام بس لما بتروح الجامعة بتلاقي ان ملفها لحد دلوقتي ما بعتهوش فبتتصل بالبنت اللي كانت عيشة معاها ولحظتها تشاولو كان معادي وسمعها بتتكلم ومع انه قال مش هيدخل في اي حاجة تخص لان بعد ما تمشي كلنا عارفين بطنة ما كانش هيزكت على حاجة زي دي وراح مكتب المدير طرباءه على دماغه عشان يلاقيه بس ما كانش في حاجة وهو طالع من عنده السكرتير اللزوقة بيظهر تاني وبيقول لنا هقولك الملف في فين بس قابلني بالليل وبيروحوا بيديله الملف اللي تلعى المدير إده لأبو انتقام الليل والسكرتير قرر يعمل حاجة عيدلة في حياته أخيرا وقال لن أعيش في جلباب أبي أكتر من كده وتشاولو ما بيكذبش خبر وتاني يوم بيسلم ملفها في الجامعة في نفس الوقت اللي هي كانت خلاص بتفقد الأمل وما كان يطردوها وراحت جاري ورا لما كان عايز يمشي من غير ما يشوفها بس بتمسكه وبتقوله تعالى ده غدى عندي على أقل وبعدها قضوا اليوم سوى وخرجوا والمفروض كان هيرجع ليلتها بس واحد عجوز وقفهم في الشارع عشان يصوروه وصورهم وقال لهم هبعتها لكم بعدين ومعرفش إلا حصل بس بطنة قرر يقعد شوية كمان واتصل بأهله وقال لهم إنه عايز يحاول يبدأ حياة هنا لحد ما عاد امتحان قبول الجامعة الجاي ورغم اعتراض أمه محدش عارف يوقفه وفضل يدور على شغل بإيده واسنينه لكن كل الانتروفيوهات كانت فشلة لدرجة إنه كان بدأ ييقس لحد ما حظه ميشي وواحد قرر يشغله بمرتب قليل عشان معه الشهادة وبعد مدة لما يزبط نفسه هيددول الشهادة من عندهم وبالليل كانوا أبطلنا قاعدين سوا بخططوا لحياتهم وهيعملوا إيه عشان يحسنوا من عشيتهم هنا وكلها مش واضحة لحد دلوقتي بس يتصيب يتخيب المهم إنهم لسه سوا لكن زي ما انتوا عارفين حياة الكبر مش سهلة لان اشتغلت مودل مرة وبعدين طلبوا منها تبقى مودل لهدون بس يعني مش أحسن حاجة وتشاولو بيشتغل في فندق كبير وبشخصيته مش هيعرف يسلك قوي إلا لو يتخلى عن كرامته حبتين ثلاثة وكان فيه معرض في الفندق لمنتجات غزائية فاتصل على صحابه وقال لهم ييجوا عشان يعني يفكر في الموضوع ويكبروا مشروعهم بس وقت ما بييجوا بيكون تشاولو محتوط في موقف زبالة انه داس على جزمة واحدة من الزباين وخلته ينزل يمسحها لها وحدفت عليه الفلوس والخين خلاص هندي اسمه هو نان اللي لما بيشوف كده بيتعصب قوي وبيتخانق معاه وكمان بيحاول يحرج مديره في الفندق بس تشاولو بيتضايق عشان هو عارف الموقف اللي هو فيه مش محتاج حد يفكره يعني وبعدين تشاولو بيرفض ان لان تشتغل مودل وقال لها متوافقش برضه فيه يوم راح اتقابل مدير شركة كبيرة اسمه هونج وعرض عليها تشتغل معاه رفضت عشان حبيبها مش موافق وبعدين فعيد ميلادها صاحبه اللي كان شغال معاه بعله كاميرا حلوة قوي بسعر قليل عشان يديها لها لكن بتطلع كاميرا مسروقة والواد استقال ويهرب لكن الكاميرا بتطلع بتاعت عمينا هونج ده عشان كده لان رحت له وقالت له يساعدهم بس هو رفض فيه الاول عشان كده قالت له انها تعترف ان هي اللي خلته يسرق وتشيل هي اللي لكلها وده اللي بيحصل فعلا وهو بيعرف وبيحس انه مش بيجيب لها غير المشاكل ومخلي حياتها صعبة فقرر يستسلم ويرجع قريته تاني ويسيبها وكأن ده الواحده ما كانش كفاية عليه فجاله خبر انه امه في المستشفى عشان طلع عندها مرض خطير ولازم لها عملية في اسرع وقت وتكاليف العملية عالية جدا ولا هم ولا تأمين المصنع هيقدر عليها عشان كده تشاولو راح يترجى المسؤول عن التأمين الصحي في المصنع انه يساعد امه لكن المدير ابو سورم ده كان بيحاول يطرده ويقوله انت جاي بعد شهور من الاختفاء تعمل مشاكل وبصراحة انا ما كنتش فاهم الراجل ده مالو محشور في كل حاجة بطريع مستفزة مع علينا الراجل طلع محترم وقال له هنروح نزور امك ونتناقش في الموضوع وبرضو للأسف مع كل حاجة الفلوس ما كانتش مكفية وطردوا تشاولو من شغل العمالة وخلو حرس امن ففي مرة بيكون في كلب بيلف في المصنع واكل هدوم المدير فكل الامن كانوا بيجروا وراه وبعد معركة شارسة بين الكلب وتشاولو بطنت بنافل اخر وكان قاعد في السفينة اللي كانت فيها لان قبل ما تمشي وكل الحقيقة كان قلقان عليه عشان الواد مش مصبوط من ساعة ما رجع ومش بيتكلم مع حد والوضع بقى اسوأ مع الوقت عشان لما عملية امه قربت المستشفى طلبت فلوس زيادة بتاع خمس تلاف كده وهما مش معاهم فهو قاعد يدور على حد يسلفه وما كانش يلاقي لحد ما نانطلب منه يروح له مكان شغله وعمل فيها البزنس مان الجامد اللي شغله مكسر الدنيا هو معاه فلوس كتير وعرض عليه سلفه ويداله الفلوس فعلا بس بنكتشف لما حاببته بيتروح له اللي هي كمان بنت أخو المدير المعفن قالت له احنا في كل شغلنا ما عملناش الفلوس دي انت جبني الفلوس منين وتلع ان عمها خلاه يستلف من ناس بتعربها وياخد هو 20% من الفلوس اللي هيسددها ويجايب الفلوس دي أصلا من تأمين المصنع والدنيا هناك خربانة على الآخر والمدير كان بيحاول يصدر للريف حاجات بايزة عشان يغطي بفلوسه مع الحسابات ده إيه العاك ده كله بجد المهم انه بيقعدوا هما اللي اتنين يعيطه وتاني يوم في المستشفى بتعيط تاني وبتقول لتشاوله على الكلام ده وبيروح عشان ينقل صاحبه لما الرجالة كانوا بيدربوه وبياخدوا علقة محترمة هما اللي اتنين بس بطنة ريجع لأصله ومحدش يقدر ييجع لصحابه طبعا عايزين تعرفوا لان فين كل ده الهانم ثابت الجامعة وكررت تشتغل موديل عشان كده كده كانوا هيترودوها بسبب حدسة الكاميرا دي وهنشوف هيحصل معاها ايه ومن هنا يعني جهزوا معاه منادلكم كده عشان اللي جاي كله عيوات انا حذرتكو ها المهم ان امت شاو عملت العملية بعد كل ده وبدأت تتحسن وقالت لهم مش عايز اقعد في المستشفى رجعوني بيتي وعشان هي يعني ده اكتر من اي حد محدش بيقدر عليها يعني الستي تقعد وترتاح وتهدى كده لا ازاي قعدت تسترجع في ذكرياتها وكان في شنطة فوق النش بتاعهم كانت عايزة تجيبها وقامت وقع مناع الكرسي وهي بتحاول تجيبها وكلهم كانوا خايفين عليها وبيقولولها تاخد بالها من نفسها بس زي ما تقولوا كده كانت حاسة انها مش هتكمل لفترة طويلة فقعدت تواصيهم على بعض وكل الكلام ده اما لين فقدمت على شغل في شركة تصدير وصفن في الاول المديرة ما وفقتش عشان عايزين راجل مش ست بس بعدين خلتها تحت فضل التدريب وكانت بتحاول تثبت كفائتها لكن الظاهر كده ان بطلتنا موعدة بالحرابيق حواليها في كل مكانها تروحه عشان كان فيه واحدة بتتدرب برضو وما كانش فيه تعيين غير لشخص واحد وعشان لين زبطت صفكة كانت صعبة عليهم راحوا ضربوها في ظهرها وجابوا إثبات انها اضطردت من الجامعة بسبب السرقة وما اكتفوش بكونها اضطردت من الشغل دول كمان فتحوا شنطتها وقعدوا فتشوا فيها ويقولولها كلام وحش عشان هي يتيمة وفي نفس الوقت ده في القرية عند تشاولو امه فجأة اغمى عليها وحاولوا يتسلوا بالاسعيف لكن قالوا لهم مش هيقدروا يبعطولهم عربية عشان اللي موجودة اتخذت وطلع المدير المعفن ورا الموضوع ده وبسبب كده للأسف ما ادروش ينقذوها وانتقاما لصاحبه هنا اخيرا قرر يفضح المدير واتقابد عليه وان شاء الله ما يطلعش من السجن اما بطلنا في حالته كانت صعبة الصراحة وقضى كم يوم كلهم عياط وندم على انه ساب امه ومشي في اخر ايامها وبعد فترة حياتة شاولو وصحابه بيبدأ يبقى ليها ملامح شوية بان تالتهم ده بيتكرر يروح يشق طريقه ويسافر يحقق ذاته واكيد كلهم كانوا بيدعموه وبعد خمس سنين سنة 2002 شاولو كمل شغل من عمه وشركته نجحت قوي وبقى اغنية وحياتهم اتطورت على الاخر فمرة كان في نفس الفندق اللي اشتغل فيه زمان عنده صفقة مع شركة مهمة وفيه الأسانسير لمحلان وتلع يجري وراها بس هي ماشيت لكنه شاف واحدة لابسة فستان نفس اللون اللي هيتجوزوا بكر وبعد ما شير جساوة وقاعدوا يستعيدوا ذكرياتهم اخر كم سنة خصوصا بعد ما ساب لان ودلوقت شافها متجوزة وملحاش يعتذل لها بس كانوا متأخرين على تسليم الجزمة للعروسة فراحوا عندها وطبعا ممنوع دخول العريس قط العروسة لرت الفرح العداد بتقول كده فدخل بدلو تشاولوه واعملوا نفسكم متفاجئين انه لقى لان جوه مع البنات ما هي كانت قريبة من البنوتة دي ما طبيعي هتعزمها ايه لغى بقى ده عمنا المهم ان في يوم الفرح كان المفروض لانو تشاولوه يبقى ساوة في نفس العربية ودي كانت خط اتنين عشان الواد يعرف يعتذر لها لكن هي ما جاتش عشان كان وراها حاجة تعملها بالمناسبة بقى انتو فاكرين ان العروسة دي عمها كان المدير اللي تسجن صح من بعد الموضوع ده وكل عائلتها تخلت عنها عشان كده تشاولوه قرر اخر لحظة يروح لمرات عمها هيحاول يقناعها تحضر الفرح عشان البيت يعاني مفيش ولا حد من عالتها موجود خالص وهناك بيلاقي لان بتعمل نفس الحاجة وقعدوا الاتنين يجبوا في الست يمين شمال ويستعطفوها لحد ما وفقت وراحت معهم الفرح قبل ما يبدأ وفي الاحتفال بعد ما خلاص تجوزو اتشاولوه حاول يتكلم مع لان بس اطعوه عشان يشربوا كلهم سوا فاقابوه كان واقف قريب ولان سألته على امراته فقال لها ان مراته تعبت وماتت في نفس السنة اللي هي سافرت فيها وبعد ما الفرح مخلص خلاص كل صحابهم اتجمعوا في بيت العرسان ما عرفش مين بيعمل كده وفين الخصوصية بس لان استأذنة بدر عشان تلحق تركب وتمشي وتشاولوه تلع يجري وراها صحيح دلوقتي في عربياته حاجات جمدة والحصن حظه العبارة كانت متأخرة وعرف يتكلم معاها شوية ويعتذر لها لكنها قالت له ان اللي حصل في الموضي وانت ستني واللي حصل حصل بس اتصل عليها حد قبل ما تمشي يا ترى مين ده هنعرف دلوقتي بما اننا ما نعرفش حصل معاها ايه في السنين اللي فاتت وبنعرف ان لان تلعت كانت بتشتغل مع هونج بعد ما يقست انها تلاقي شغل في اي مكان وطول السنين دي كانت بتحاول تثبت نفسها وتكبر وتبقى موديلة تنفيذية في الشركة لكن للسنة التالتة دلوقتي وهونج ده كان بيخرب عليها الموضوع ما بيختروهاش رغم خبرتها وشغلها يعني ومن الواضح كده انه كان بيستغل لها طول الوقت ده وعشان هي مديونة ليه فبيمشيها على مزاجه لكن مش المرة دي عشان هي جابت اخرها خلاص وفي اجتماع الشركة على مشروعهم الجديد اللي هونج عايز فيه سيطر على مصنع عشان يعملوا فرع الشركة اجنبية ساعتها لان اقترحت المصنع اللي كانت بتشتغل فيه وماتها الديتش غير لما راحت كمديرة جديدة للمصنع عشان لو المشروع ده نجح هتقدر تاخد حريتها من هونج لغاية الده لكن كان فيه مشكلة صغيرة وهي ان معظم شغل تشاوله معتمد على تلاجات المصنع ده ولو هي عايزة تعمل تعديلات يبقى لازم تطرده منه واصلا عمال المصنع ما كانوش حابين تشاوله عشان بيحكدوا عليه لانه كبر وبقى غني وشغل الحربيق ده فلان قالت هتتفاهم معال اول بنفسه لكن لما واخذها ما كانتش رايحة تتفاهم فعلا هي رايحة تقوله اطلع منه هتديك تعويض وكان باين عليها انها مش جاية تتناقش هي جاية تقول اللي عندها وهو لازم ينفذ لكن هو ما كانش موافق وتخنقه وطردها بس كان عارف انه ما فيش حاجة هتغير رأيها ولازم يفكر له في حل وقال انه عايز يحسب ويلم فلوس ويبني هو تلاجات لنفسه بس ده هياخد وقت طويل ولان مش هتصبر عليه وقد كان يعني جاله في نفس الوقت حد بيقوله ان امن المصنع والعمال بيحاولوا يطلعوا حاجتهم من التلاجات بالغزب ولما راح هناك حصلت عاركة عشان كله غدر بيه ما قلتلكوا كلهم حربيق؟ المهم ان اتشاولوا بيتدرفوا نص الخناقة وبعدين لان بتاخدوا قط التمريد تدي حاجة حطها على راسه وبيحاول يقنعها انهم عين عشان يوصلوا لده فلو ممكن تتساهل معهم شوية بس هي قالت له كل الناس بتعاني وحاول يعتذر لها تاني بس للمرة المعرفش كام قالت له ان ده كله بقى ماضي دلوقتي بعد كده العمال بتوع المصنع ما كانش عاجبهم الوضع الفئة كويسة منهم يعني وكانها يقفوا ضدها بس اتفقوا كله بالأدب إلا الواد اللي كان بيتنمر عليها زمان كان خايف تطرده فأي يخوفها في نفس الوقت داد شاولو قاعد في عربيته بيفكر في كلام مرات نان وهي بتقوله ان زمان رجع لأهله وصحابه إنما هو ساب لن لوحدها ومعرفتش حتى تكمل الماجستير فكان حاسس بالزم وبيقطع عن أفكار صوتها وهي بتصوت وحد بيجري برا المبنى ولما بيروح لها كانت ازحلقت ووقعت وبيفتحوا النور بيلقوا المكتب كله حيطانه لونها أحمر ولما بيجي البوليس بيظهر الرجل اللي كانت شاولو بيشتغل معه زمان وبيقول انه هو اللي عمل كده بس كلهم عارفينه رجل طيب ولا يمكن يعمل حاجة زي دي فالان بتتنازل عن القضية وبتقولها نحلها بيننا وبين بعض وبعدين تشاولو بياخدها السفينة اللي كانت قاعدة فيها لحد ما تاني يوم يبقى يحجز لها بفندق ولما بتروح بتلاقيه لسه محتفظ بكل حاجة قديمة كانوا بيحبوها سوا وبتتضايق لما بيقولها إنه بيحب يتمسك بالذكريات وبيقولها كمان إن لو كان عنده قدرة يرجع بالزمن كان رجع أخذ قرار تاني خالص بس قبل ما ترد بيرن عليها هونج وبيقولها إنه هيجي القرية بنفسه يشوف الوضع وبتقفل معاه وبتقول تشاولو إن اختياره زمان كان هو الخيار الوحيد وما كانش فيه غيره وبعدين هونج جيه وكان جايب لها هدية بس اديتها للسواق بتاعه وقالت له اديها لحبيبتك معرفش ليه بقى أنا بقى مش مرتاحة للوضع هونج ده خالص ومش عجبني وشه ده وهو فعلا بيثبت إحساسي لما بيتجمعه مع رئيس البلدية اللي هو كان رئيس المصنع فاكرينه الملزق ده آه وبيرخم عليها وبيشربوها كتير ولما بتطلع تروح الحمام بيتفق اتفاقات مش مظبوطة بس لسه معرفش هي ايه بالزبط في نفس المكان ده كانت شاولو وصحابه بيحتفل برجوع صاحبهم اللي كان سافر عشان يبقى مغني أخيرا بعد سنين طويلة وبيشوف لان وهي تعبانة وبيحاول يساعدها بس بتقوله دي أقل حاجة مرد بها في حياتي عادي يعني وقبل ما يتكلم بيطلع هونج وبياخدها اه صحيح نسيت اقولكم ان تشاولو فاكر هونج ده الوات بتاعها عشان كده فضل مبوز طول القاعدة أما لان بعد معاناة مع أزاستين الهباب اللي بيشربوه ده أخيرا خلصوا الاتفاق عليه لكن رئيس البلدية كان عايزه من يشربه تاني بس هونج اتدخل وقال له معلش بس أنا صحة خاطب تتهمني وكفاء عليها كده ويا عين تحس قلب الرجل الكسر كده بس مش مشكلة هرح فيها وهمج طلعوا قدته في الفندق ولان كانت ماشية مع نفسها وسكرانة على الآخر ومش شايفة قدامها فاتشاولو المنقذ بيظهر في كل حتك العادة واخدها وطلعها لحد قدتها واتكلمه شوية وقالت له انها مش عايزة تخسر قدام وعايزة تثبت له انها تقدر تعيش حياة حلوة من غيره عادي ده غير ان هي هتعرف تعمل شركتها وتستقل بذاتها مجرد ما تخلص مشروع المصنع ده عشان كده تاني يوم بالزبط تشاولوه اخد قراره وطلع بضعته من تلاجات المصنع وكل اعترض طبعا عشان معنى كده انه بيسمع كلامها وموافق على اي حاجة هتعملها وهو قال انا ما ديون ليها عشان سابها تعاني لوحدها وفي نفس الوقت ده هونج بيه ما كانش ساكت وقال انه عايز يطرد العمل اللي بهد المكتب لان رغم انها قالت له ما يعملش كده بس هو بيجر شكل العمال وهي اصلا بتحاول تكسبهم في صفها لان خطوتها الجاية كانت انها تقعد مع كبير العمال والرجل العجوز اللي كان بيشتغل معاها في العيادة وتقولهم انها تساعدهم المصنع يشتغل تاني وياخد حقوقهم ويعيشوا عيشة حلوة وانها حرفيا مرهنة على الموضوع ده ودتهم هدية كده كان فيها ادوية لجده وفلوس ليهم هما اللي اتنين وبعدين اتصلت بهونج تقوله انها اخيرا خدتهم في صفها وهو ما بيعجبهش الكلام حتى بصوا قلب وشه ازاي عشان شاكله كده بيخطط لحرقة قرعة هدبان بعدين لكن دلوقتي كل اللي بيعمله انه بيخرب خطط لان وبيحاول يبعد تشاوله عن المصنع على قد ما يقدر وحصل حاجة غريبة في المصنع حد درب كبير العمال وهو بيصلح في التلاجات ودخل المستشفى وهونج راح يزوره وعمل فيها جامد وهجب لك حقك والتاعة بس لما تشاوله سأله هتعرف منين اللي دربه وقال له ملكش دعوة دي مشاكل المصنع بتاعي الله يشاكله هو اللي ورا الحوار ده في الاخر وعشان تشاوله برضو كان شاكك فيه راح التلاجات يدور على دليل ولان برضو عملت كده فراحت بنت كبير العمال حبسهم جوه زي العبيطة فكرها لان لوحدها وقال ايه يعني بتنطاقم لابوها وهم جوه تشاوله بيقولها انه شاكك في هونج بس هي بتقوله انه وقت ما كانت محلتهاش حاجة هو الوحيد اللي ساعدها فاتصك فيه وهو حس انه خلاص كده وقت الموفينج اون دي عندها حد ياخد باله منها بس مجرد ما هونج بيكشف خطته وبيقولها ان الشريك الايطالي للمفروض هيتعاون معاهم رفض الصفقة فهو هيغير الخطة ويشتري اراضي المصنع ويعملها مشروع تاني هي حست بالغادر وانه يعني هي كل ده بتحاول تكسب سكة العمال عشان هو يروح مسرحهم في الاخر وقالت له انها مش هتيأس وهتحاول تاني ولو الشريك الايطالي موافقش هتدور على غيره فادها خمسة ايام تشوف شريك ولو لقت هيديها ثلاث شهور تشغل المصنع وتزود الانتاج عشان لو ما قدرتش تعمل كده هتبقى مضطرة تفضل شغالة معا عشر سنين كمان ايه العبودية دي عم انت المهم ان تشاولوه سمع بالكلام ده واخد قرار يوديه ورا الشمس وهو كله لاجل عيون لان كالعابة والقرار هو انه هيشارك مع المصنع ويتبادلوا اسهم بحيث يبقى المصنع فيه تقل شوية عشان الشركة يوافقوا يتعقدوا معاهم بس خلينا اقول لكم ان اصحابوا كلهم اتخنقوا معاه ونان وسلت معا انه قال له اختار بيننا وبين لين وكلنا عارفين للأسف هو اختار ايه في الاخر ويوم توقيع العقود دخل عليهم هونج وعارف بالحوار كله وما كانش مبسوط نهائي وقرر ياخد خطوة هو كمان واول حاجة عملها كان انه طفش الشريك الاطالي عشان ما يعرفوش يوصلولو وبعد كده اكلم رئيس البلدية كده ايه ده شوية المهمة تشاولو والان كانوا صهرانين طول الليل بيدوروا على ناس يكلموها والصبح راحوا يأكلوا وقعدوا يسترجعوا شوية ذكريات لحد ما افتكروا البنت اللي ساعدوها على المدير القديم زمان وانها دلوقتي بتشتغل حلوة قوي وممكن تساعدهم فاخدوا بعضهم وراحوا من غير تفكير كتير والطريق كان طويل وكل واحد فيهم كان بيسوق شوية بس ما خدوش بالهم من اللي كان ماشي وراهم وهو سواء هونج وللأسف لما راحوا هناك ما كانش في حد باسمها وحسوا انهم ضيعوا يوم كمان بس وهم مستنيين في العربية شافوها من بعيد وفرحة قوي لما شافتهم وتلعت مغير اسمها عشان كده ما كانوش عارفين يوصلوا لها قوي المهم عرضوا عليها مشروعهم لكنها رفضت بسبب كرهها للمصنع وذكرياتها فيه فهم خدوا الموضوع بهدوء وما ضغطوش عليها وتشاولوا اداء هدية كمان ولما رجعوا هونج كان حاسس نفسه انتصر وتلعت بطلتنا واخدى بالها من اللي كان ماشي وراهم وبدأت تفهم خطط الرجل اللي قدامها ده وحدة وحدة فهو قال لها تستسلم لكنها ما كانتش عايزة تخوني العمال بعد موعدتهم وقالت له لسه فضل اليوم بس هو قال لها تسافر في اسرع وقت وهو هيعتبر ولا حاجة من اللي حصلت هنا دي كانت بجد خصوصا شغلها مع تشاولو ده بس بعينه يعني احنا بنتنا ما بتتهدتش ولما تشاولو وصلها بعدها الفندق اتفقوا ما يستسلموش وهي يا دوبا كلفت جالها مكالمة من مرات الشريك الايطالي قالت لها فيها انه هونج هو اللي طفشه عشان هي كانت بعتلها هدية الى اينا تشاولو بيتجر من شعره واخد علق تموت من الرجال اللي شغالين مع هونج وقالولو يبعد عن لان عشان ما يخلهوش يقابل وجه كريم في اسرع وقت وتاني يوم لان بتلم هدومها وحاجتها وبتمشي وهونج بيقابلها وبيفكرها سمعت كلامه وهتسافر بس اخد الصدمة لما قالت له انها عرفته على حقيقته وما عادتش هتشتغل معاه تاني حتى لو ده معناه هتخسر كل اللي تعبت عليه الخمس سنين اللي فاتت عشان هو كده كده كان بيلعب بيها وبمجهودها وما كانش بيقدرها اصلا ولما طلعت تستنى تشاولوه اتأخر عليها فاتصلت عليه ورد ابن عمه وراح تجري السفينة لقيته متخرشل بس في ايده حاجة مهمة وهي جزمة واحد من اللي ضربوه وبتبقى نفس شكل الجزمة اللي لقوا بصمتها في التلاجات يعني نفس الشخص اللي ضرب كبير العمال ومع اني لان كانت خايفة منه عشان ما تعرفش ممكن يعمل ايه تاني اكتر من كده الى ان هي واتشاولوه قرروا ما يستسلموش برضو وبعد كم يوم جمعوا الموزعين اللي تشاولوه بيشتغل معهم دايما واتفقوا معهم يساعدوهم المصنع هينتج منتج جديد وهو مسحوق الشاي بلبن بتاعه والموزعين هيشتروه وهما عشان بيسكوا فيه وافقوا لانه وعدوا منه هيتحمل مسئولية اي اخسارها تحصل لكن لما العمال رجعوا للشغل وهونج عارف من رئيس الحراس ما عجبهوش الكلام وقالوا انه اصلا كان مجاهز قايمة بالعمال اللي فوق الخمسين عشان يمشيهم بس الحارس ما بيوافقش على كده وبيقوله انا مستعدة اطرد لكن مش هعمل كده في زميلي وبيسيب له كل حاجة وبيمشي فبيروح يقابل رئيس البلدية تاني اللي بيقوله انه كل حاجة ماشية تمام وخطتهم هتتنفس زي ما متفقين بس لان محتاجة تتلم شوية وهناك تخيله مين كان بيرقب هونج بقاله يومين ازيف تنال هتعرفه باشتمه ليه دلوقتي اصل الوقت ده من ساعة ما تخانق هو وتشاوله وهو مش مزبوط ومسر انه لان بتستغله عشان كده هو في الاول كان بيهدد هونج انه هيفضح خطته دي كلها وان شرطه عشان يسكت هو انه ما يلمسش لا تشاوله ولا عمال المصنع واللحظة فكرتوا لسه راجل محترم بس تلع واطي والخاين هيفضل خاين عشان اتفق مع هونج انه يبوز خطة تشاولو ولان وبيبدأ بانه بيقابل الموزعين وبيقولهم انه انفصل عن تشاولو وقال لهم على خطة هونج وشركته وعرض عليهم فلوس عشان يخضروا بتشاولو لكن الموزعين تلع عندهم اصل اكتر من المعفن اللي واكل معاش وملح وقالوا له انهم وعدو مش هيخلفوا بوعدهم وتوزف الفلوس وعشان كده نان فشل في المهمة دي وهونج اخد خطوة وبعت رجال يكسروا في المصنع بس العمال هناك وقفوا لهم وكمان جاهزوا نفسهم لو حد جي ناحية مصنعهم هيبهدلوه بس كان في بتاع كبير من الخط فيت لاخ لاخ والعمال ما لحقوش يعملوه عشان مطارت جامد فجأة فنان كان بيتكلم في التليفون مع سواء هونج وبيقوله ما يتصرفش من نفسه وهو هيتصرف بس بيقوله انهم خلاص ما بقوش عايزين مساعدته وبتسمعوا مراته اللي بتطلع جاري تقول ليلان وبتروح بنفسها تدور في مكتب هونج على العقود اللي اتمضت ولما بتلاقيهم بيشوفها السواء بتاعه وبيجري وراها فبتهرب لكن وهي بتهرب بتقع عليها البتاع اللي اتلخ لاخت وبينقلوها للمستشفى وهناك الدكتورة قالت ليلان ان مراته احتمال كبير هيجي لها شلل في رجليها بسبب الحادثة دي وهو نهار وقاعد يقولها خدي كل الفلوس بس تنقذ مراتي خلي الفلوس تنفعك بقى يا ماد يا حقير شوف اخرتها بقت ازاي وبسبب الحادثة دي عملوا تصويت بخروج شركة هونج من المصنع اللي كان في الفندق مع رئيس البلدية وبيرشيه عشان يسرع الخطة بس ايه ده ايه ده بصوا مين ميركب كاميرا في قطه وبيتفرج عليهم ابن عم تشاولو وفاجأة بعد كام يوم لان بتتخطف واللي خطفينها بيتصلوا على هونج وبيقولولو سمعنا انك هتسيب الكارية وتمشي مش عيب تخلع من غير ما تدفع لنا فلوسنا طب ايه رأيك ان البيت بتاعتك معانا لو عايزها هت بعضك وفلوسنا وتعالى وهو راح فعلا ينزل السواق بتاعه وحرفيا هراهم ضرب بس يا لهو يا جماعة بصوا الوقت بيضحك ازاي طلع سايكو مش شرير بس انا عارفة انكم مش فهمين ايه اللي حصل فجأة فخلونا احكي لكم اول ملانة خطفين كانان بيتجسس على الرجالة دول اصلا وشافها فاتصل بيتشاولو اللي كان بيساعد ابن عمه جاهز نفسه عشان يسافر تايلند مع حبيبته بس المكان ما خلته مش مرتاح كده خصوصا ان تشاولو خد بعض وطار بعدها فقال لها انه هيروح وراه و هيرجع لها قبل ما العبرة تمشي وتشاولو وينان بيوصلوا هناك وبيتخنقوا مع الرجالة وبيدخل عليهم ابن عمه وبتبقى مدعكة وبيتعور فيها ابن عمه جامد بس محدش فيهم بياخد باله وفي طريقه الحبيبته بيدوخ عشان نزف كتير وبيتقلب بالمتسك وللأسف اتشاولو خسر فرد كمان فعيلته عشان ابن عمه راح فيها قبل ما يقدر يوفي بعوده لهم كلهم وبالنسبة لهونج وكل الشلة الفاسدة دي فكلهم اتساجنوا بعد المجزرة اللي حصلت وحصل تصويت في المصنع زي ما قلتلكم وكله صوت انهم مش هيبيعوا ارض مصنعهم وبعد سنة بيكون فرح بنت كبير العمال وساحبهم قابل غير متوقع الصراحة لكنهم كلهم كانوا مبسوطين وضنيتهم احلوة تانية اخيرا وبعد الفراء وقفوا سوا يسترجعوا زكرياتهم وشافوا نفسهم شو شبابهم لما كانوا سوا برضو وفيدلوا سوا لحد دلوقت وتوتا توتا خلصت الحدوتا وبكده خلص ملخصنا النهاردة اتمنى يكون عجبكم وما شوفكم في الملخص الجاي وسلا